اشتركوا في القناة أن الفساد سوف يستشري وينتشر وإليكم مشاهدين عشر نساء ملعونات تبرأ منهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهن غضب الله عز وجل هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله فتابعوا معنا حذر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم النساء وقال فيهن في حديثه اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء واليوم نبين لحضراتكم أكثر الذنوب التي ترتكبها بعض النساء والبنات وهي ذنوب عظيمة ومن كانت تقوم بها ينبغي عليها أن تستغفر ربها عز وجل فهو التواب الرحيم 1- الواشمة والمستوشمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والواشمة هي من تصنع الوشم وترسمه على الأجساد والمستوشمة هي من تشتري الوشم لجسدها والمقصود بالوشم هو الوشم الذي يصنع بغرز الإبار في الجسم 2- الواصلة والمستوصلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواصلة هي المرأة التي تقوم بعمل الباروكة أو ما يسمى بوصل الشعر ببعضه وذلك موثق في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستوصلة هي التي تطلب ذلك 3- المتفلجات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتفلجات والمقصود بالتفلج هنا هو برد ما بين الأسنان الثناية أربعة المرأة المغضوب عليها من زوجها إن غضب الزوج من زوجته سبب في عدم قابل صلاتها قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى الله حسنة السكران حتى يصحوا والمرأة الساخط عليها زوجها والعبد الآبق حتى يرجع فيضع يده في يد مواليه خمسة المتشبهات من النساء بالرجال وما أكثرهن هذه الأيام إذ إننا نرى البنات يرتدين البنا طيل وهذا تشبه بالرجال ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى وما نراه في الأفلام من تزين الرجل بزي النساء بغرض الكوميديا فهذا يعتبر حراما لأن التمثيل لا يفرق بين الحرام والحلال وقال في هؤلاء النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ستة الكاسيات العاريات والتبرج وما أكثره في زماننا هذا من فساد في الملابس وانتشار الموضة المخالفة لشرع الإسلام التي تعمل على إظهار مفاتن المرأة وقال فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها والمقصود بالكاسيات العاريات أي إن ملابسهن تشف وتخف وتظهر أجسادهن ومعنى رؤوسهن كأسنمة البخت المقصود بها رباط رأسهن أشبه بسنام الجمل سبع النائحات ومعنى النائحة هي التي تسك الوجه وتقطع ثيابها في المآتم وأيضا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نواحى المرأة وسراخها وقال فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب وكانت هناك عادات قديمة في الجاهلية أنه في حالة وجود ميت فإن أهل الدار يستأجرون النساء اللواتي يقمن بالصراخ على الميت والنواحي عليه وكانت هذه من عادات الجاهلية القديمة ثمانية النامصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والنمص هو نتف الحاجبين عند النساء والنامصة هي من تقوم بهذه الصنعة للنساء تسعة المتنمصة والمتنمصة هي التي يتم لها نتف حاجبها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة عشر زوارات القبور قال أبو هريرة رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمقصود هنا بكثرة زيارة النساء للقبور وهن اللواتي يترددن عليها بكثرة ويتخذن الأموات أولياء يدعين التقرب بهن لله عز وجل وهذا شرك بالله وحده وفي الحديث تحذير من كثرة زيارة النساء للقبور اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وجعلنا لك يا ربنا شاكرين حامدين متقربين إليك وثبتنا على توحيدك وسنة نبيك وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين